وتأكيدا على تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تواصل وزارة الداخلية حث أفراد المجتمع بضرورة ارتداء كمامة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي لتأمين سلامة الجميع تواصل وزارة الداخلية بعزم التأكيد على مواطني ومقيمي مملكة البحرين بأهمية ارتداء كمامة الوجه في الأسواق والأماكن العامة وتجنب التجمعات حيث تأتي هذه الجهود في إطار تأمين أقصى معدلات السلامة للجميع لاحظنا في الأونة الأخيرة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ومن هذا المنطلق نحث الجميع على ضرورة الاتزام بتوجيهات اللجنة التنسيقية والجهات ذات الاقتصاص وخصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامات الوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الاشتجمعات وذلك كله يصب في سلامتهم الشخصية وسلامة الجميع للحد من انتشار هذه الفيروس ونحن ندرك أن ابتكاتف الجميع سنتجاوز هذه العزمة بإذن الله مثل ما احنا نشايفين أن أنتم متركين مسافة أمان من بينكم وعددكم أكثر من خمسة أشخاص فنرجو منكم التعاون يا أخوان وترك مسافة من بينكم وتغليل العدد حسب العدد مسموح فيه إن استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل أفراد المجتمع هي مسؤولية مجتمعية وطنية تساعد في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا مما يساهم في الوصول إلى بر الأمان واجتياز الجائحة